شكرا لك سمر أهلا بكم يتمثل الزميل حسن الجراح للشفاء بعد الحادث الذي تعرض له قبل 24 ساعة وقد باتت حاله الصحية مستقرة ونقل من العناية المركزة إلى غرفة عادية حيث يستقبل المطمئنين إلى صحته وكان الجراح تعرض لحادث أثناء تغطيته اعتصاما دعت إليه دار الفتوى وهيئة علماء المسلمين والجماعة الإسلامية في جلاله وقد ضرب الجراح بعصا على رأسه ما أفقده الوعي وتم تحتيم الكاميرا الخاصة به لأنها تباعة لقناة الجديد من قبل عدد من المعتصمين وبعد الاعتصام أكدت مصادر أمنية لبنانية أن إمام مسجد خير النساء الهاشمي في بلدة جليلة الشيخ عرفان المعربوني اعتقلته القوات السورية قرب الزبداني بعد تسلله إلى الأراضي السورية عبر معبر غير شرعي وكشفت المصادر لصحفة الأخبار أن المعربوني كان يحمل مبلغا من المال يبلغ نحو 100 ألف دولار بهدف دفعها إلى وسيط فلسطيني داخل دمشق وعده بإطلاق صراح أحد أقربائه الموقوف لدى الاستخبارات السورية بتهمة مشاركته في أعمال عسكرية ضد النظام إشارة إلى أن اختفاء المعربوني أشعل غضبا في الشارع أو في شارع الإسلاميين في البقاع فكان اعتصام في جليلة نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله لا تخافوا من عامل الوقت فلدينا ثلاثة أشهر ونصف الشهر حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية واعتقد أن هذه المدة الزمنية كافية للتوافق على قانون جديد في حال كان جميع الأفريقاء على استعداد للتوافق عليه وأبدى بري وفق زواره ارتياحه إلى قول رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إن قانون الستين بحكم الميت سريريا وإن الاتفاق على البديل من شأنه أن يسرع في دفنه وحذر بري أمام زواره من حشر قوة ميني أذار في قانون الستين واعتباره القانون النافذة لإجراء الانتخابات معتبرا أن الضغط في هذا الاتجاه سيدفع بهذا الفريق إلى الإصرار على مشروع اللقاء الأرثوذوكسي في الهيئة العامة للبرلمان مع أن المسافة بين وبين هذا القانون هي أبعد من المسافة بين بيروت وأستراليا ختم بري كشفت صحيفة الأخبار عن خيارين لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان ردا على رفض الغالبية الوزارية تعين هيئة الإشراف على الانتخابات وبحسب الأخبار فأن الخيار الأول هو رفعه جلسة مجلس الوزراء إلى أمد غير منظور ثم الطلب من وزرائه الثلاثة الاستقالة من الحكومة لكن المعلومات نفسها تشير أو لا تشير بعد إلى موقف مماثل لرئيس الحكومة ناجيب ميقاتي والنائب وليد جملاط من هذين الخيارين لفتت مصادر لللواء إلى أن عددا من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي سيعقدون اجتماعا تشاوريا يوم الاثنين المقبل للبحث في موضوع دعوة المفتي للانتخابات والاتفاق على ما يجب اتخاذه من مواقف وأكدت المصادر أن مشروع الطعن على قرار قباني بالدعوة للانتخابات قد أنجز وأصبح في موضع التقدم أو التقديم أمام مجلس شورى الدولة قضت محكمة جينايات بورسعيد اليوم السبت بمعاقبة 21 متهما بالأعدام شنقا في قضية أحداث ستاد بورسعيد والتي حاكم فيها 73 متهما من بينهم 9 من قيادات الشرطة في بورسعيد و3 من مسؤولين نادي المصري وكانت مجزرة بورسعيد قد أسفرت عن مصرع 74 شخصا من ألتراس النادي الأهلي قتل تسعة أشخاص بهجوم انتحاري تبنته حركة طالبان ووقع بالقرب من مقر وزارة الدفاع في العاصمة الأفغانية كابل بالتزام مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل للبلاد وقال الناطق باسم طالبان أن التفجير كان لاستهداف هيجل مباشرة مشيرا إلى أن التفجير يؤكد على قدرة حركة طالبان على استهداف العاصمة كابل وكان ناطق باسم حلف شمال الأطلسي قد قال أن الحادث كان تفجيرا انتحاريا تلاهو تبادل لإطلاق النار عند المدخل الجنوبي لوزارة الدفاع مشيرا إلى أن هيجل لم يكن موجودا في أي مكان قريب من موقع الانفجار هذا كان كل شيء في الموجز شكرا للمتابعة فاصل نعود بعده إلى الحدث مع الزميلة سمر أبو خليل